قبل بداية الحلقة بساعة نشرت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية تقرير حصري احتوى على معلومات خاصة لهذه الصحيفة الأمريكية يتحدث عن مشكلة جديدة هتواجه النظام المصري الحقيقة وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من السلطات المصرية في شهر فبراير ومارس الماضيين مرتين أنه تمنع مرور الرحلات الجوية العسكرية الروسية من المجال الجو المصري وتمنع عبرها وتغلق المجال الجو المصري لأمام الطائرات العسكرية الروسية ولكن مصر منحت موسكو وصولا حاسما إلى مجالها الجوي ما سمح بمصار لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا من القاعدة العسكرية الروسية في سوريا تعالوا سريعا نشوف مع بعض أبرز النقاط اللي وردت في تقرير وولستريت جورنال مصر هي منفذ روسيا لشحن أسلحتها من سوريا إلى أوكرانيا لأن مصر تقع على نقطة الاختناق الاستراتيجية التي تربط إفريقيا وأسيا تم تقييد روسيا من عملياتها في المنطقة عن طريق البحر إزاي حصل ده؟ الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من كل من تركيا والعراق والأردن منع الرحلات الجوية الروسية وعبرها من المجال الجوي التركي والعراقي والأردني واستجابت هذه الدول الثلاث ما أجبر هذا أجبر روسيا على إضافة حوالي ألفين ميل للرحلات الخاصة بها القاهرة غالبا هكذا تصف وولستريت جورنال القاهرة نقلا على الإدارة الأمريكية القاهرة غالبا ما كانت حليفا مزعجا للولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أنها ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية ليه؟ النظام المصري الحالي هو حليف مزعج للولايات المتحدة لأنه سجن مواطنين أمريكيين قدمت دعم لجنرال خليفة حفتر وهو حليف روسيا في ليبيا وأيضا مصر كانت وثائق سرية من نيويورك تايمز قالت أنها ألغت خطة لتزويد روسيا بالأسلحة وسلمت ذخيرة مدفعية إلى أوكرانيا ومصر الآن تدعي الحياد في الملف الأوكراني تقرير والستريت جورنال قال أنه تواصل مع الخارجية المصرية ورفضت التعليق قالت لا ما علقوش يعني والنقطة الثانية كمان أنه تواصل مع الإدارة الأمريكية والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال نحن لا نعلق على محادثات دبلوماسية بيننا وبين الحلفاء وبالتالي لا يوجد تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية حتى الآن ولكن تعليقات المراقبين والصحفيين على هذا التقرير الكل أجمع أن مصر مقبلة على أزمة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية حد يقول دلوقتي طب معها مصر جمدة هي عم ده بتقول لا الأمريك هي مش فكرة جمدة أو مش جمدة هي فكرة أنه بيحاول يمزك العصائم النصف بيلبس في الآخر في كله يعني لا بيعرف يرضي روسيا ولا بيعرف يرضي الولايات المتحدة بيقول روسيا صنع لكم سواريخ بعدين أمريكا بتعرف بتضغط عليه فبقول لا لروسيا مش عمل لكم حاجة أنا هصنع الزخيرة لأوكرانيا امنع يا ابني الرحلات اللي جاية من روسيا فما بيمنعهاش فبتروح الطيران الروسي القاعدة الروسية في سوريا بعدين بيطلع على أوكرانيا فأمريكا بتعرف فبتزعل فبتزعله المشكلة الحقيقية اللي بيواجهها النظام هنا هي فكرة أنه مش عارف يبقى حليف لحد هو نظام بيحاول يشتغل على كل الحبال يلعب على كل الحبال في ناس هتقول أن دي براجماتية وأن دي سياسة وأنه برافو عليه السيسي قادر يمسك العصائم النص بس هو الحقيقة الراجل شحات واقتصاده منهار ووضعه منهل بستين نيلا ومش هيستحمل أنه يخسر المعونات الأمريكية ولا المساعدات العسكرية الأمريكية أو تفرض عليه عقوبات مثلا أو ما يدخلش فيه قصة صفقات سلاح مع أوروبا لأن أوروبا بتحارب أوكرانيا فهو مش فاهم أو فاهم بس مش دارس القصة زي ما هو لا يؤمن بدراسات الجدوى فده تقليل مهم الحقيقة من وولستريت جورنال نشره قبل قليل